السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني العزاء تحياتي لكم جميعا اليوم تقريبا أنا رح أكلمكم على سن خطير جدا متعلق بالقاعدة متعلق أيضا باستشهاد محافظ عدن السابق الشريط جعفر ولكن أنا في البداية رح أتكلم على البي بي سي على التقرير الذي أداعته البي بي سي وكشفت كثير من الأمور في أشياء لم يسلط عليها الإعلام ولا هتكلم عليها لكن نحنا رح نسلط عليها بشكل بسيط جدا بس قوي جدا أول شي بخصوص البي بي سي وأنه منظمة السابق والمرتزقة الذي يعني يشاركوا فيه تصفيات كثير من عمة المسايد وقيادات طبعا تنظيم إماراتي إسرائيلي أمريكي وأنه طبعا عيدروس يكذب أنه مش عارف عارف بس قالوا له أنت مالك أي داخل ونحنا كنا معهم ونشتغل مع عيدروس يلا فهمين الأمور هذه كلها بالنسبة للتقرير الكثير فاهم وعارف من قبل التقرير هذا عارفين يعني مش مستقربين عليه نهائيا الذي هو جديد عليه ومستقرب له هو الناس الذين الآن يعني صحوا وفهموا اللعبة ويعني نضجت عقولهم وعرفوا أنه ولا كذبين فهو قريب لهم هذا الموضوع الرغم أنه هذا الموضوع تكلمنا عليه وتكلموا الآخرين بشكل أكبر على العموم نأتي الآن للموضوع المهم لماذا القاعدة مش موجودة في الشمال مش هم يقولوا أنه القاعدة يعني ممتدة من حزب الأصلاح هم يحاربوا حزب الأصلاح طيب حارب حزب الأصلاح في الشمال المركز الرئيسي أنت يعني هذول مجرد أذناء بخمسة ستة عشر عشر عشرين خمسة ستين مئة طالعين هاربين مثلا من الشمال رايح الجنوب أنت تريد أن تقضي عليه دولة الإمارات أنت تريد أن تقضوا عليه مركز الرئيسي قضوه على الرأس لماذا لا توجد منظمة هناك تحارب ماذا لا توجد القاعدة مثلا إذا الأصلاح حزب الأصلاح هو زعيم القاعدة لماذا لا يكون مركز الأصلاح مركزها يكون الذي في الجنوب فرع لهم لماذا لا يكون مركز الارهاب ومركز القاعدة موجود في الشمال عندهم مركز البيئة مهيئة في قراب في الشمال ما حد داري عنها الحكومة مش داري عنها ثلاثة أرباحهم بدون بطاقة وأماكن ما يجحها إلا الجن ما في سيارة لماذا لا توقع قاعدة في الشمال قاعدة الأساسية وبعدين هي صدر القاعدة إلى الجنوب ولا في أي قاعدة ولا في أي يعني داعش ولا أي حاجة سبحان الله المركز الرئيسي للإصلاح في الشمال ما في قاعدة مركز الرئيسي القاعدة مش موجودة مركز الرئيسي حال قاعدة موجودة في الجنوب مش كده وبس لا القرية في الموضوع هذول اللي يقول لك أنهم يحاربوا الإرهاب يحاربوا القاعدة قيادات القاعدة كله من ساسهم من عند البواب إلى شيخ القفر ولا في واحد شمالي ولا في واحد كان أول اسمه أنور العلغي الذي قتاله في الطيارة بروا في طيارة أمريكية تمام وفي من ضمنهم برضه واحد بل عبدالنبي يافعي تمام فلان فلان العدني فلان فلان اللحقي من يسموه اللحقي هذا تمام فلان فلان الحضرمي كلهم جنوبيين كلهم جنوبيين من الرجعين إلى النائب إلى المقاتل ولا في واحد شمالي معقولة معقولة تمام السؤال الثالث واقسم بالله إنه مؤلم لي أنا كالجنوبي يعني يعني الجنوبيين أقلبهم تقدر تشتريه معترامي للبعض تشتريه هذولا تمشي رأهم كلهم تمشي رأهم ولا شمالي حد قدر يشتريه ويضمه رهابي تعال تعالي يشتغل معنا مئة دولار خمشين سبعة دولار طبعا أرخص مرتزقهم يعني ما عليش نحن المهم مش يعدي المهم ولا في شمالي شمالي ما في واحد شمالي بالقاعدة ما في شمالي تمشي رأه ولا قدر الإماراتيين والأمريكيين يشتروا أي شمالي والله فخر والله فخر ونحن نتألم الصراحة يعني على العموم هذه معلومة ما شفتاش ولا حتطر عليها لكن هو إنه دليل يعني هذا كل الكلام اللي يقوله لهذا التلاث النقاط هذه وغيرها بس المختصر إنه هذا الدليل إنه القاعدة هي صانيعة الإمارات مئة بالمئة وصانيعة أمريكا إيش السبب فراحة الإمارات وإسرائيل إيش السبب طيب بد فيه سبب طبعا فيه سبب طبعا القاعدة هي موجودة من قبل 2015 من التسعينيات القاعدة وتتفقل حسب الظروف حسب حاجة المول تتفقل حسب حاجة المول الذي هي الإمارات وإسرائيل لماذا في التسعينيات إنشأت بالذات لإنها هذه الفترة هي فترة حرب الموانئ وأنا قد تكلم بهذا المولود بشكل موسع حرب الموانئ ما بين الصين وما بين الإمارات شراء الموانئ في البحر الأحمر والخليق العربي وأي مكان يعني تمام الصين تشتري ميناء جوادور وأخذت بعض الموانئ وهذه والإمارات أخذت الصومال ومش عارف فين ياخذوا في السودان وفي أرتيريا حرب الموانئ في التسعينيات الإمارات نشأت القاعدة هناك وأيضا حاولت تستأجر وتبقى على علي عبدالنصالح من أجل شراء تستأجار الميناء عندهم خطتين ألفوا بها ويمكن عادوا كمان يجيم إذا نجحت أنه تم استأجار الميناء وتم تجميده كان بها ماذي تفعل القاعدة أو الاثنين مع بعض طبعا القاعدة شقالة يعني قس انت جنوبية تعال نشتريك يقضك سبعة دولار باليوم خمسة دولار باليوم رخيص عارف قس لك هناك ومتبعا نقول لك فعل فعل وعندما يتم انهاء العقد ولا ما تم تجديد العقد ولا طردونه من فعل القاعدة الآن معهم كل حاجة معهم الميناء ومعهم القاعدة ومعهم قس انتغالي يعني ألف وباء وجيم ودال أمرهم متستفع الآخر يعني عرفت كيف القاعدة هي صنيعة الإمارات وهذا تخطيط أمريكي إسرائيلي كيف وهي القاعدة الأمريكية الذي تقول إذا تريد أن تدخل بلد عليك أن تخلق وعليك أن توجد عدو لأمود أن توجد عدو تجيب عدو انت تموله تمام بعدين تجيه دور المنقذ مثل ما حصل في العراق دخلوا الأمريكان خلصوا الموضوع خلاص يعني مشكوا ما حد باقي لهم أي حاجة لابد أن يجيبوا داعش القاعدة أي حاجة عشان تجيش عشان أنت دور المنقذل لأنك في الأخير راح تكون يعني منبرك بايك ومحتل وراح تتسكل جبهات ونفس الشيء في أفريقيا الأمريكان موجودين عندهم قاعد في أفريقيا ونشأوا لهم هناك قاعدة ومخربين وكذا على طول نفس الشيء الإمارات والإسرائيليين خلقوا القاعدة من أجل أن يتواجدوا طبعا الموضوع كله إسرائيلي والإمارات هي المتصدرة لماذا الموضوع إسرائيلي لأنه سبعين في المئة وتكلمنا أيضا من الموضوع من قبل سبعين في المئة من شركات النقل البحري تمام في البضائع وأيضا نقلات النفض كلها ملاكها إسرائيليين فالإمارات هي بس الاسم وقلنا لكم إن الإمارات هي إسرائيلية ومحمد بن زايد هو واجهة فقط ويستلم نسبة فقط ما له أي دخل في الإدارة إدارة ناس آخرين دحلان وما دحلان وغيرهم وكل واحد له وظيفة هذا في الإرهاب وهذا في التسلسة الخارجية وهذا الداخلية واللازي منه فدخل دخل إسرائيل إسرائيل ما عنده إسرائيل دخل قومي دخلها كله في التجارة من شركات النقل من المواهد القذائية من الملابس معونات هذا دخل إسرائيل ما عندهش أي دخل ومن ضمن هذا الدخل هي 70% من شركات النقل هي إسرائيلية لماذا تدخلت أمريكا في باب المندب وحاربت الحوثيين وأيضا علشان الإسرائيلي لأن شركات النقل هي إسرائيلية إسرائيل تتضرر في شركات النقل وأيضا تتضرر في بلدها إثنين لهذا السببب الموضوع وجعهم لو كان في أي دولة ثانية أو حار في أي دولة ما بيتدخلوا الشيء الآخر بخصوص الشهيد أحمد الأدريسي أحمد الأدريسي الذي شاركو هؤلاء في ابتياله وأيضا كان معهم اسمه واحد حلمي الزنجي حلمي الزنجي هذه صورته الذي كان موجود في عدن وكان من أحدى الناس المقاومين وقيادات المقاومة في عدن والأمور هذه تم شراءه وتقنيده مع القاعدة وهذه المنظمة طبعا هو شكله تقند ومجارش معناها سبير وامير ولا أي حاجة وتقنيده بطرق مباشرة أو قير مباشرة مع هذه المنظمة من أجل تصفية أحمد الأدريسي هذا الشخص تم القبض عليه في شبوة وهذه صورته وهو في السجن شبوة تم القبض عليه من الرجال الأمر في شبوة الآن فينه مش موجود لم يتم حكمته لم يظهر هذه آخر صورة له وأول صورة له فقط أول صورة له في السجن يعني مسكوه في شبوة وانتهى فينه مش موجود يا أما تم تصفيته يا أما لا نعايش في وجه آخر وجو آخر وأمور ثانية ما الذي مسكوه هو قوات الانتقالي ما الذي سلمه قوات الانتقالي كان دي سجل من سجل الانتقالي فين الراح الذي يعرفه هو الانتقالي فقط ما فيش قيرهم معناته أنهم مشتركين ولهم مضلع كبير جدا بهذه الأمور وغير أمور كثيرة غير أيضا النبي للقعيطي الذي تم تصفيته ومسكوا يعني أشخاص وأخذوا الكاميرات وبالأخير طيروا الكاميرات والصور والفيديوهات وأيضا الأشخاص الذي تم القبض عليهم من قبل الشرطة الذين منتهمين بتصفية نبي للقعيطي على طول اختفوا مش موجودين انتهى الذي ساعد بهذه الأمور هو المجلس الانتقالي هو اليد الأولى والمساعدة لهذه القاعدة لهذه المنظمة الإرهابية هم يدهم القذر الذي فيه أما بخصوص الشهيد جعفر شوفي أخوان هذا الموضوع أنا أول مرة أتكلم فيه صراحة يعني لماذا؟ كانت لي أسباب خاصة ومن ضمنها أنه أنا كنت يعني عندي القوازي اليمني الآن الحمد لله عندي القوازي الهولندي وحاصة الجنسية الهولندية يعني فيه دولة ممكن عادة تتابع بعدي لو فيه أي شيء على العموم يوم تصفية الشهيد جعفر أنا طبعا كنت من المقربين والمرافقين لعيدروس وشلال وكنا من قبل ما يتعام تعيينهم مدير الأمن وهذا محافظ من قبل وأيضا شلال من قبل شلال جار في منطقتنا وكنا نعمل بخصوص الحراك الجنوبي وهذه الأول ولكن عندما تم طلبهم إلى الرياض كنا محهم وقابلوا عبد الرب منصور والشهيد جعفر كان موجود حصلت مشكلة يعني هناك ما بجدعي نطول الفيديو شكله بيطول لكن حصلت مشكلة وراحوا لإمارات تكلمونا قالوا إحنا بنروح لإمارات قلناهم أوكي تمام على العموم أنا نزلت اليمن في يوم تصفية الشهيد جعفر الشهيد جعفر تم تصفيته الساعة التاسعة والربع والنص زي كده أنا جاني تلفون الساعة الدعش تقريبا هداعش هداعش ونص تمام أجاني التلفون يا وهيد تعال الآن لبيت شلال فورا أنا طبعا أسد كده على مهلي أموري طيبة تمام أحب أخرج كده على رواقع يعني خرجت هناك وصلت الساعة تقريبا اتناعشهر ونص لما وصلت لما هناك الساعة اتناعشهر اتناعشهر ونص الدخان عادة موجود السيارة عادها يعني حارقة وعادة جزء يمكن من بدنه عادة موجود وفي هناك شرطة كده ممنوع الاقتراب كده بس بحكم انه سيارتي أنا يعني معروفة سيارة الجمس السوداء الكثير يمكن البعض هناك يعرفها والشباب هناك بعضهم نعرفهم دخلنا بيت شلال جالسهنا مش داري طبعا باخلتيك تيك جالس كده وسلم كده المهم دخلنا بيت شلال جالسين نسلم على الشباب يعني كم دقيقة كده قال له خرج شلال ساعة ناشر ومص خرج سلم علينا كيف حالك الحمد لله السلام أنا اتفاقيت لما شبته الحمد لله السلام كيف حالك أمورك تمام كده في واحد ما اشتذكر اسمه طبعا يمام عشان ما يروحش في الليلة لأنه هناك هو يشتقل في منصب يعني كبير يا وهيب لا هاتي مش هوهي يا ابو نواف يا ابو نواف بارك للافندم صار المدير أمن قلت والله مبروك قال لي الله يبارك فيك القرار بيطلع بكرة القرار قال لي بيطلع بكرة أنا مدير أمن وعيد روس محافظ هذا الكلام متى وعاد الدخان يعكي من سيارة الشهيد جعفر متى وصل شلال متى أجاه إذا كان أنا أجاهد أنت خارج معطر وملبس من بيتك الشخصي يعني أنت أجاهد الفجر يعني أنت أجاهد متى يعني أنت أجاهد قبل اقتيال الشهيد جعفر يعني أنت أعرف أنهم بيتم اقتيال الشهيد جعفر أنت أجاهد الفجر الساعة ست الساعة السابع الساعة الظمان الساعة تساعة طيارة أكيد ساعتين ثلاث ساعة فين بتجي دور طيارة بتهب بتجي فوق بيت شلال هذا الكلام طبعا في ديسمبر في ستة ديسمبر في الفيور وخمسطعش يوم اقتيال التاريخ ممكن أنا قلطته في شتيش زمبر وحاجة جي كده لكن وأنا جزعت والسيارة تعكي سيارة المرحوم والشهيد جعفر عادت تعكي والموقف هذي ما أنسها يقول لك يقيمك من النوم ما يقيمني من النوم يقيمني من النوم أنا حاجة بهمة أنا كلامكم صراعي وأنا النوم ما صافتش فيه تقيمني حاجة بهمة ولا بلعن أو خمسة يقيمني تعال الآن فورا أشفي قالوا تم اقتيال الشهيد جعفر تعال فورا لبيت جي شلال قالوا حضر الشخص طبعا هذان وهو مع بعض مع سمسم عجلال عادت لما هناك أشوف الدنيا دخان وكذا زي ما قلت لكم والله زي ما قلت لكم وأنا أتحمل المسؤولية أتحمل المسؤولية الكامل بهذا الكلام في أي مكان في أي محكمة والله على ما أقوله شهيد قسمان بالله العظيم العموم أنتوا فسروا زي ما تفسروا أنتوا فسروا زي ما تفسروا حللوا جي ما تحللوا ولكن هذه أمانة الواحد يتكلم فيها وهذا هو الوضع الذي في عدن الذي اشتي يروح مع الانتغال يروح وانتحر وانتحر عقلك برأسك تعدد خلاصك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر